بسم الله الرحمن الرحيم والمرسل الأكرم محمد وعلى آله سفراء الله في خلقه أجمعين كنا في هذه الملحبة القرآنية العظيمة استخلاف خليفة الله بحسب سورة الحجر ومضت السور السابقة هذه الملحمة بحسب سورة الحجر وصلنا إلى هذا الموضع من الآية الكريمة قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين فتساؤلان مر بنا أمس التساؤل الأول أن اللعنة عقاب وجزاء مستعجل يعني قبل يوم الحساب ما الوجه في ذلك وتساؤل آخر مر بنا وهو أن هذا الجزاء والعقوبة لماذا ينقطع يوم الدين ولماذا لا يستمر فكأنما صورة ما ذكر من العقاب متعاكسة معه مثلا ما هو مرسوم لدينا من نظرية العقاب ونظرية الجزاء الإلهي ونظرية الحساب وما شبه ذلك فما الوجه في الجواب عن هذان التساؤلان نقطة مرت بنا أولا وهي مهمة أن البحث عن العوالم الأخروية في كلام العرفاء فضلا عن الفلاثفة فضلا عن المتكلمين البحث في تلك العوالم لم ينجز منه إلا الشيء القليل وليس ما أنجز منه الشيء الكثير رغم أن ما أنجز يحتاج إليه جهد جهيد طبعا نصب غضر عن ما أنجز وبسط ونقح فيه فيه غث سمين هذا البحث آخر لكنه هذا الذي ينجز ليس بالشيء ليسيه يعني بالقياس إلى المتعلم في البدء يحتاج إليه جهد جهيد يستوعبا وحيط به ويمر به لكن ليس القياس إلى المبتدئ الكلام القياس إلى ما هو في الواقع والحقيقة من سعر تلك العوالم الخروية بحوث عديدة موجودة في الوحي القرآن والحديثي الشيء الكثير من قواعد تلك العوالم لم تنقح ولم تقرر ولم تنضد ولم تنضم ضمن منظومة معارف يسير عليها الباحث الشيء الكثير منها بل الأكثر مع هذا الواضح إذن هذا التساؤلان في محلهم لما لأنه القياس والمقايسة مع ماذا مع ما أنجز هذا التساؤلان يبدوان أو هذه الظاهرة في الآيات القرآنية تبدو غريبة النقطة الأخرى اليوم من فيضلها نقطتين مرتا أمس نقطة ثالثة النقطة الأخرى مهمة جدا 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 وإجمالا هذه النقطة تنبه لها جملة من المتكلمين جملة من الفلاسفة جملة من العرفاء جملة من المفسرين ولكن يحتاج إلى مراعاتها الشيء الكثير ما هي هذه النقطة؟ هذه النقطة هي أن شؤون البدن يختلف عن شؤون الروح في العوالم وقواعد المعرفة لشؤون البدن في العوالم تختلف عن قواعد المعرفة لشؤون الروح بل أكثر من ذلك شؤون طبقات الروح يختلف من طبقة لطبقة أخرى فضلا عن مرتبة النور في الإنسان يختلف شأنه عن شأن ما دون من طبقات وهذه قاعدة قاعدة أقعدية أصيلة متأصلة أصولية مؤصلة صيصالية على كل مهمة جدا ما حرر ما أنجز من جون من المعارف غالبا في الكلام في الفلسفة غالبا متركز على شؤون البدن شأن البدن هنا شأن البدن في البرزة في القبر شأن البدن في الرجعة شأن البدن في عالم القيامة في الجنة أهلا مجر شأن البدن والأبدان مع أن البدن طبعا لعلمكم البدن هم له أبدان وليس بدن واحد للإنسان وكل بدن لأحكام وشؤون غير شؤون الروح وإن كانت الروح هي لا تسمى الروح روح إلا بلحاظ قالم كما يقول الإمام الصادق في بيان بديع موجود في الكتاب الاحتجاج في الفصل الباب المرتضط بلإمام الصادق هناك يبين صلى الله عليه أن الروح دائما ما تسمى الروح روح يعني إلا ما قال الجسماني لطيف قال بواحد له قوالب جسم واحد أو أجسام مر بنا الروح طبقات فعندما يقال حين ذي شوي شوي يبدأ الحل لهاية التساوى عندما يقال الجزاء متأخر هنا عمل لا كذا فلان هذا الموازين جزاء وعقوبات ومتأخرة أو متقدمة لشأن البدن أو لشأن الروح شأن عالم الأجسام والأبدان أو شأن عالم الأرواح هذا يختلف الحال أضف إلى ذلك ما مر بنا بماذا ما مر بنا من أن يعني هذا الإضافة هي ليست إضافات توضيح نفس النقطة إذا يتذكر مر بنا أن كل ما يتصاعد تتصاعد العوالم عروجا وقربا منه تعالى الجزاء ماذا معجل أو معجل معجل الجزاء يكون أشد أو الجزاء يكون أقل جزاء يكون أشد المحاسبة سريعة أو بطيئة لا تكون سريعة المحاسبة تكون دقيقة أو يسيرة أو يسيرة لا تكون دقيقة هذا مر بنا إذا تذكروا هذا الذي مر بنا هو في الحقيقة تفسيره هذا المطلب باعتبار أن شؤون طبقات الروح تختلف عن شؤون البدن ثم البدن أيضا شؤون طبقاته تختلف عن بعض البعض هذا الذي قرن الله المتكلمون أو الفلاسفة أو كذا هذا بالحظة البدن الغليم أو الأبدان النازل للإنسان فيه بطء في الحساب وفيه الجزاء فيما بعد وفيه حساب أما بالنسبة إلى الروح والقلب قامت قيامته قام حسابه قام جزاؤه قامت ساعته بلحظ بعض طبقات الروح أو بعض طبقات القلب أو النور هو من أهل الجنة الآن أو من أهل النار الآن كما بين ذلك في أحاديث نبوية عديدة كالخطبة الشعبانية المعروفة للنبي صلى الله عليه وسلم وكالحاديث النبوي مع زيد بن حارثة الأنصار أو حارثة بن مالك الأنصار وغير غير من أحاديث النبوي أو الحديث النبوي الآخر أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما ما كان يخطب فسمع أهل المسجد رجفة كالسقوط وجبة وجبة أو في بعض النسخ الرواية وجبة مثل رجبة وجبة وجيب وجيب يعني سقوط الحجر من مكان عالي إلى أعماق البئر أو القريب سمونا وجيب وجبة قال نعم على منافق كان يسقط في جهنم سبعين عاما ثمانين عاما وصل إلى قاع جهنم فهلك هذا حديث نبوي يرويه الضريقة فيديو معرفي نبوي بس مني فسرة هذا البنان في الحديث النبوي يبين بأن هذا الجزاء مو متأخر زي مو الجزاء البرزخي أو الجزاء الجزاء كأنما يبين صلوات الله عليه وعاله جزاء الأخروي الأبدي فبالتالي بالنسبة إلى القلب أضيف لكم هذا المثال حسنا سيصير واضح هذه النقطة مرة بنا هذا المثال يذكره المحقق الشهابادي المحقق الشهابادي يعني في عين كونه فيلسوفه متكلم وفقيه وعارفه ولاء شديد جدا ببصيره وكان يعظم ويجل المرحوم المجلسي صاحب البحار بشدة جدا طبعا هو أصوهاني سموه لأنه أصوهاني أصوهاني المجلسي أصوهاني وإن كان المجلسي أصوهاني ولكنه أصله من جبل عامل أصل أصل نزوح أي آباء المجلسي من جبل عامل سكندار بحث آخر قضية معرقية قضية معنوية روحية فهو جدا يجل ويعظم المرحوم المجلسي صاحب البحار وطبعا عكس ذلك على بحث العلمي المقصود هو يفسر رؤية للمجلسي أن مثلا البحار لم يسمن ولم يغني عنه من جوع في البرزخ وإنما مثلا عطوفات إحسان قام بها المجلسي على المحرومين هذه نجته في عقبات خطيرة في البرزخ هو يفسر سأضعني الرؤية هو محجة وكذا بس كتفسير معرفي يفسر هذه الرؤية يقول نعم نظيرها عن العلام الحلدة سامعينها من نفس المطلب هو يفسر هذه الرؤية يقول هذه الرؤية على الموازين مو أن الرؤية حجة الموازين حجة الرؤية منبهة في نفس الموازين العمدة الكتاب والسنة كيف يبينها يقول مرتبط بالمقامة يقول جزاء العلم والمعارف والعقائد ليس البرزخ كي نتوقع أن البحار جزاءه في البرزخ بل يقول جزاءه ليس القيامة النعيم في القيامة بل جزاءه ليست الجنة الأبدية الجسمانية لأن الجنة الأبدية جسمانية لكن لا تنحصر الجنان الأبدية في ماذا؟ في الجنان الجسمانية طبقات جنة معنوية أيضا موجود كما قال بذلك وأفتع قائديا بذلك الصدوق في كتاب الاعتقادات وإن أشكل عليه الشيخ المفيد ولكن متأخرين العصار في البحث العقلي قال حق مع الصدوق وخطأوا الشيخ المفيد في نقده على الصدوق هذه معاني عقلية عظيمة في الوحي سجلها الصدوق على كل اللي لسنا في صدد خوض في هذا المطلب في صدد شيء آخر كلام المحقق الشهابادي يقول جزاء العقائد ليست جسم جزاء العقائد هذا أمور جنان معنوية ليست جنان برزخية ولا جنان جسمانية أخروية أبدية جنان المعارف والعلوم جنان نورية عالم النور زين خذ هذا المطلب نيجي للمبحث اللي نحن فيه الجزاء يتأخر في لحظة الأجسام الحساب سيأتي الساعة ستقوم دي كده هذا باللحظ بالجناء بالجسم الجسام النازلة باللحظ عالم النور قامت قيامته قامت القيامة جف القلام الحساب انتهى أقصد باللحظ الإنسان باللحظ عالم المعارف من أصحاب اليمين أصحاب الشمال يعني ليس هناك تأخر بين العمل والحساب والجزاء العمل هو في القلب هو القلب هو في القلب والفكر والعقل العمل هو والجزاء هو والحساب هو والجزاء هو في دفعة واحدة لا أنه يتأخر سريع الحساب شديد الأقام واسع الرحم ولم جر هناك كل شيء بسرعة أنجز ما أن يؤت بالعمل العمل على صعيد قلبها أو على صعيد الفكر ما أن ينجز فينجز لأنه سيتأخر زين هذا ما بحوث في علم الكلام طبعا وليكم ما بحوث في البحوث الرسمية في الفلسفة طبعا ولا في البحوث الرسمية في الأفران طبعا بس هذا موجود في ثنايا علم التفسير علم الحديث ولم الجر وبعض الإشارات موجودة في العلوم الأخرى كلامهم فلسفاء والعرف إذا ووزين الجزاء والحساب بلحاض الجسم لا يصح أن نسريها ونعممها لماذا للطبقات العليا من الإنسان هناك إذا تجانب التوحيد زل أسقط من مقاومه الإنسان حساب سريع كيف قسقصت أجنحة فطرس هكذا ينزل عن المقام في رواية لطيفة بعد غزوة حنين أكثر غنائم المادية أخذوها من الطلقاء الذين هم للتو أسلموا بني ومي قريش عن المكة لو أسلموا للتو في عام الفتح لأن بين الفتح وغزوة حنين ما هي إلا أشهر فتحت مكة ثم غزوة حنين غنائم هوازن وغطيف كبير كانت أي ف أكثر الأنصار احتجوا واحد منهم قام بعد تقسيم الغنائم قال يا صلى الله وبعد الجهاد والفتح والنصر وكذا الغنائم يصير لقومك وإننا إنت جاء كافحت بنا الأمام وجاعدت بنا الأمام وإننا ندرعك الأيمان وكذا وصلت للمواصل والنهاية هكذا تصير الجزاء فالنبي تريث في الجواب خاطر الأنصار أكل لكم على ما يقول قام واحد ثاني قال نعم النبي تنتريث مرة ثالثة أكل لكم على ما يقول هذا قام الثالث قال نعم في الرواية أن الله عندما قال الثالث نعم استهجب أهبط نور الأنصار أهبط الله نور الأنصار كان نور الأنصار متوقع هبط هذا النور الذي جوزوا به عقيدة ومعرفة وصلوا إلى جناء النورية أنزلوا عنها أخرج منها أهبط ليس في الرواية سلبوه بالمرة أهبط الله نور الأنصار ثم عتبهم أو بيّنهم أن يرجعون بالحيوانات والبهائم وأنتم ترجعون برسول الله أيها أعظم أيها الأنصار بدوا يتندمون يكون المعذر لله ولرسول الله استبعد مني صعد نورا مرة أخرى بحث آخر لاحظوا في المعارف ليس الجزاء والحساب في تواني هو هو الله على كل البحث تتم شيقا إن شاء الله نخوض فيه وصل الله على محمد وليا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر